بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجنا الشارع المصري النهاردة برحب بزميلي الأستاذ يحل العدوي أهلاً وسهلاً وسهلاً حضرتك فندم أهلاً وسهلاً بك أستاذ خالد والشهد المساهدين من أورنا النهاردة أستاذ يحيا أستاذ المشاهدين النهاردة معنا تأرير مهم جداً وتقطية خاصة لزيارة السيد المحافظ دكتور موضوع غراب محافظ الشرقية لمدينة فووس لتفقد ومتابعة بعض المشاريع المهمة بمدينة فووس هنشوف التأرير ونلجأ على حضرتكم استنون بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً معنا النهاردة تأرير مهم جداً من محافظة الشرقية مركز فووس وطبعاً دكتور موضوع غراب كان فيه طبعاً متابعة لبعض المشاريع المهمة بمركز فووس وهي طبعاً مدرسة شهيد الطيار بكفر شويش وأيضاً افتتاح مركز شباب ميت العز وكمان مستشفى العام بفووس ومحطة وعالجة المحطة ووحدة الصرف الصحي بمركز التابعة للوحدة المحلية بالرودة طبعاً أستاذ عمر عايزين نتكلم طبعاً على موضوع المتابعة لأن طبعاً الفترة اللي فاتت كانت دايماً المتابعة هي الحتة اللي بتنقصنا فيه موضوع المشاريع المهمة طبعاً عموصة الجمهورية انت رأيك كيف الموضوع؟ بالله هو دكتور موضوع غرب من أنشط المحافظين لجم محافظة الشرقية ويتابع بنفسه أي إنجازات في دخل المحافظة أي مشاريع يتزل تبعها بنفسه ونتمنى من المسؤولين داخل جمهورية مصر عباكل بصفة عامة يتابعوا بنفسهم المشاريع أي مشروع أو أي إنجاز يتم على الأرض الواقع طبعاً موضوعين إن شاء الله طب دلوقتي حنشوف التقرير ونرجع تاني استنون شف الدنيا أغلى من وطن دا الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقينا في سبكي لوحدي أتحدي أنا أي حدي حبنا في الكون دا الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقينا في سبكي لوحدي أتحدي أنا أي حدي حبنا في الكون دا الدي ألحب من درهم مصر اللي عيش من كرنا ولا حد غيرنا في تفكرنا شي لك همونا على كرنا بلدي بصحي حقا في تفكرنا أتحدي من درنا وصير لا عيش من كرنا ولا حد غيرنا في تفكرنا لا شي لك همونا على كرنا بلدي بصحي حقا في تفكرنا اشتركوا في القناة موسيقى 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 فإحنا حطنا خطة للمرور عشان نتابع نسب التنفيذ وإذا كان فيه معوقات ولا حاجة نشوفها بأينينا وفي نفس الوقت قلنا إن إحنا من حق أولادنا المواجدين المحافظة الشرقية إن هم يشوفوا حجم الإنجاز اللي بيتم داخل المحافظة في هذه المشروعات وهذا اللي إحنا عملناه استحبنا معنا أبنائنا شباب برلمان الشرقية عشان يشوفوا حجم المشروعات الأسبوع اللي فات كنا في بجير النهاردة موجودين في فاقوس إن شاء الله الأسبوع الجاي هنروح مني الأمح وبعد كده يعني حطين خطة إن كل المشروعات نعدي عليها مش بس صرف الصحي صرف الصحي مياه شرب إذا كنا نعدي على مدارس إذا كنا نعدي على مستشفيات عشان قامنا تبطين الترع في المشروع قامنا تبطين الترع يعني أنا بقول لحضرتك إحنا حبينا نتابع مشروعات وحبينا نوري أبنائنا حجم الاستثمارات والمشروعات اللي بتتم على أرض الشرقية تمام يا فندم سيئات المحافظة في الفترة الأخيرة دائما ما نجد حضرتك متواجد في زيارات متكررة لمركز فاوز وباي المراكز لمنتابعة الإشراف على جميع المشروعات التي تتم داخل المدينة مدينة فاوز فهل كان يرقصنا المتابعة؟ هو خليني أقول لحضرتك إن المتابعة أفضل حاجة للإنجاز يعني إنك تنزل وتشوف بعينك وتحس الحجم المشكلة أحسن بكتير جدا منك تقراها وانتقعد على المكتب هو ده اللي احنا بنعمله فعلا زي ما البشماندي الشاكر قال دلوقتي قال أنا عندي مشكلة في الحتة الفلانية فدوت لو إحنا كنا قرناه على الورق مش هنستوعبه إنما لما شوف ابناء بعينينا على طول قولنا نشوفه بعض المشروعات عنده مشكلة مع الكهرباء نجيب شركة الكهرباء ونجيبهم ويقعدوا معنا بعض المشروعات عنده مشكلة مع الرأي بنجيبه الرأي ونقعدوا معنا يعني هو الغرض منه سرعة الانتهاء من حجم المشروعات الكبيرة اللي موجودة داخل حول الشرقية الدولة بتحط استثمارات كبيرة ما نفعش تتعطل ولازم المواطن يحس بكل الخدمات اللي بتتميليه بأسرع وقت ممكن في المرحلة الجاية تمام يا فندم اسمح لي حخرج خارج نطاق زيارة النهاردة طبعا من خلال برنامجنا الشارع المصري قناة الصحة الجماعة عايزين نشكر حضرتك على استجابة حضرتك للسيدة سامي عبداللطيف وطبعا صاحبة الخضرات الخاصة وكانت استجابة سريعة وأيضا برضو الطفلة سيقة التوكتوك اللي كان رجبها علشان تتكسب عيشها فطبعا حتى حضرتك احنا هنا نطلق لذاتك أو الشارع الشرقوي المحافظ الإنسان فطبعا يعني دي تحية خاصة طبعا وتعلتوا لي غير والله هو وجبنا كده وهم ولادنا واللي بنقدر نعمله على طول ما نعمله وهي حتى سامية كانت موجودة عندي مبارح كمان عشان كان لها بعض الطلبات والحمد لله نفذ نعلها عشان ندعمها في المشروع بتاحها وأنا اتطمنت عليها وان شاء الله يا فندم اللي هنقدر نعمله تأكد حضرتك هنقدر نعمله فورا يعني بدون أي تأخير أهلا يا فندم طبعا ولكن هو بأي سؤال صغير لحضرتك موضوع التكاتك هل فيه فيه أي بروات؟ طبعا هو التكاتك دلوقتي في الوقت الحالي بنحط لها نظام تقنين بحيث انه هو ما اشتغلش إلا داخل القرى احنا ما عندناش مشكلة انه هو يقنن ويرخص ويشتغل على القرى انه ما يخشش المدن ولا يطلع على الطرق الرئيسية للحفاظ على أرواح الناس لأن التكتك وسيلة نقل غير آمنة للتحرك على الطرق السريعة وداخل المدن وفي نفس الوقت مش عايزين يكون واحد يبقى ده مصدر الرزق بتاعه واحنا نمنعه عنه لأن فيه عدد كبير من أبنائنا وأهلينا بيعيشوا على الداخل من التكتك فاحنا هنحطه بدور التقنين وبتدينا فعلا نعمل التجربة بتاعتنا داخل مدينة الزقذيق كمرحلة أولى وبعد كده هيتعامل في جميع عواصم المراكز داخل المحافظة بحيث ان احنا لا نحن نؤثر على البيوت المفتوحة وفي نفس الوقت لا نؤثر على الخدمات وسلامة وصحة المواطنين صحيح يا هنم حتى لو كل مثلا كل تكتك يلتزن بالمدينة بتاعتها عشان حتى يبقى في المرور في مريح بالنسبة لجميع الأمور الموجودة في المركز احنا مش عايزين نبقى في المدينة احنا عايزين نبقى في القرية لأن المدينة نقدر نغطيها بالمواصلات الآمنة إنما القرى مش هينفع يمشي فيها غير التكتك فاحنا موفقين عليه بس في إطار التقنين ان هو يرخص ويبقى له رخصة سواءة ويبقى له رخصة مركبة بحيث ان احنا نقدر نتابعه ونقدر نسيطر عليه سيئة المحافز الف شكر حضرتكم فاندم من ورها النهاردة ومن ورها في مركز فوز ويعني انت شرف المحافزة الشرية كلها الف شكر افاندم شكرين الف شكر افاندم اعزائي المشاهدين يصحبني اليوم التقاء مع عضاء برلمان شهب فقوس اهلا بيك فاندم اهلا بحضرتكم اسمك كريم احمد عيمن عضو برلمان شباب مصر ممثل عن محافزة الشرية يا عمد بيك يا فاندم واسمك كريم محمود سليم ومصر برنامان شباب مصر عن محافظة الشرية طب يرأيكم في الانجازات بتاعت فاوز يا فهندم والسكتب المحافظ كل يوم بينزل فاوز كل يومين ثلاثة انجاز دوري شغال على طول ايه رأيكم فيه طبعا انجاز ده احتسب مع المحافظ انه هو طبعا بحفز حفزنا احنا شخصيا اتماعنا مع المحافظ من اسبوع كان اجتماع في المحافظة انه هو عاوز الشباب والشباب ينزل يلف معاه انه هو يشوف المشروعات اللي بتحس على الارض الواقع مش كلام وفعلا انزلنا معاه انزلنا ابو كبير وانزلنا وانزلنا فاوز النهاردة والمشروعات اللي اتفقدناها النهاردة فعلا مشروعات من امهم مشروع الصرف الصحي ده كان يعني من سبع المستحيلات اللي احنا نكون نفكر ان بفيه في القرى استاذ محافظ كما مشروع لستادة محافظة لحم نهاردة النهاردة ده المشروع الرابع لحد دلوقتي ولسه هنكمل مشروعين كمان بس المشروع اللي احنا فيه دلوقتي دوت من اكبر مشروع اللي كان محافظة شرعية وبالتحديد مركز فاوز كانت يعني مفتقدوها جدا من قرد الصالح والأصالح ماذا ما عليك موقف تهين ايه الشهيدة اللي في صالح النهاردة؟ الفتاعة النهاردة المدرسة الشهيد في كفر شاوش شهيد طيار في كفر شاوش محمد شاوات فيه ودلوقتي مشروع معالجة مياه صار في الصحيب الصالح اللي حينها مفاوز ده بيغطي اربع كل لحد دلوقتي عشرة كمان بتاوع بتاعتهم نسة جمان المشروع ده هي خلص ان شاء الله في 36 فمنستنين وعد سائر المحافظ لنا وان شاء الله يتم في 36 وبعد كده مرحلة تانية بإذن الله طب اي رأيك يا سوز أحمد دافي نهاردة في مركز شباب متل عزيزة المحافظة عمل جوالة حلوة فيه فعلا الاهتمام بمراكز الشباب مهم جدا واحنا كان دورنا هنا دورنا برلمان شباب فاوز ان احنا هنركز الفترة الجاية على مراكز الشباب اللي هي مش متاحة او مش جاهزة انها تستعب الشباب والعطفال في المراكز لان الفترة الجاية لازم يبقى فيه وسادة الرئيس دايما مدينا دور ان هو لازم الشباب متواجد في جميع الحاجات المتخصصة في الرياضة والكلام ده السيد محمود ديرا معليك في سادتك ان سادت محافظة النهاردة داخل المستشفى فاوز وعمل جوالة ميدانية سريعة وشافك تفكت كل مستشفى جوالة المستشفى كان كويسة لان دخل بنك الدم وتفقد وحدة الفشل الوحدة الكيلة وكده فالحاجات دي كان فيه ناس كتيب بتقول مسلا ان الحاجات مش موجودة وان الدم مش موجود في بنك الدم كده لان كان دكتور محمود عبدالعظيم شغال فعلا وكان هزل فكرة يدي دمون وكان كله موجود فعلا وكان بيقول للناس ان احنا فعلا فيه بنك الدم موجود فيه دم وان المستشفى شغالة كويس يعني هات حلقتنا بنشكر للأستاذ محمود والأستاذ أحمد عضاء برلمان فاوز وكلسان طيبين هنا أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية بعد التعرير أستاذ يحيى المتابعة ثم المتابعة ثم المتابعة زي ما حضرتك شفت المحافظ احنا دايما لازم المتابعة علشان كل حاجة تستقييم وده المطلوب والله أستاذ خالد المتاع في عرض الواقع بتنجز المهم الشغل أستاذ يحيى معنا النهاردة برضو نقطة أحابيه لتكلم فيها وهي كورونا موضوع كورونا طبعا زي ما حضرتك عارف هذا الفيروس الموجة التانية سريع الانتشار فطبعا الفترة الجاية والفترة يعني عايزين إيه احنا عايزين الإجراءات الاحترازية ناخد بالنا شوية يعني طالب من هنا بنطالب جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية تباعد الكمامة غسل اليدين تطريب الكحولات وربنا ينجينا ونجي العالم كله من هذا الفيروس الخطيئ علشان طبعا علشان حتى يعني نقدر نحافظ على نفسنا وعلى أولادنا في الفترة الجاية ربنا ينجينا جميعا ويحافظ طبعا على مصر كلها برضو معنا نقطة مهمة جدا طبعا في عيد الشرطة النهاردة عايزين نبعث ليهم تهريئة خاصة لرجال الشرطة البواسل اللي طبعا كانت في فترة عصيبة جدا كانوا شالين البلد يعني أنا أفتكر عن نفسي كان فيه وقت معي نكنا نفسنا نشوف عسكري في الشارع فطبعا دي رقطة مهمة جدا زباط وأفراد ومجندين ومصر كلها طيبة ومصر طيبة وجيشنا العظيم طبعا دايما بخير وسلامة برضو معنا نهاردة سازيحة نهاردة تقرير مهمة جدا ولكابتن ونجم كبير حنشوف التقرير ونرجع نعلق عليه طبعا أهلا وسهلا بحضراتكو من داخل أكاديمية كابتن سيد حمدي وفرقها الجديد بمركز ديار بنجم شرقية طبعا النهاردة معرجان كبير جدا لنجم كبير نجم طالما صالة وجالة في ملاعب الدول الممتاز وطبعا كان نجم كبير من كان رأس حربة المنتخب القومي المصري النهاردة طبعا يوم جميل جدا طبعا بنشكر كابتن سيد حمدي على الدعوة الكريمة وطبعا بنتمنى يكون فيه مش أكاديمية واحدة يكون فيه أكاديميات كتير على مستوى الجمهورية علشان تفرز وتفرخ لنا لعبين ومواهب كبيرة لأن طبعا مش الشرقية بس مصر كلها فيها مواهب مدفونة طبعا بتتمنى وبنتمنى كلنا أن يتم التنقيب عن هذه المواهب وطبعا بنشكر كابتن سيد حمدي على وجوده معانا في الشرقية وعلى طبعا يعني حضوره والتنقيب عن المواهب الكبيرة والمواهب المدفونة في محافظة الشرقية كابتن سيد النهاردة بنشكر حضرتك وعلى الدعوة الكريمة توليه طبعا في هذا اليوم ربنا أخليك يا سخياتي أنت حضرتك مشرفنا وسعيدا أنا معاكم وسعيدا أنا في بلد زي ديارب مركز طبعا تابع لمحافظة الشرقية ربنا أخليك محافظة الشرقية طبعا أول من زلت فتحت فرع أكاديمي في الزازي والحمد لله يعني هدفنا أننا نطور فبدأنا نفتح في ديارب النهاردة الافتتاح في أول يوم هدفنا من الأكاديمية للتعليم اللاعب وتسويق يعني فيه سن معين تقدر أن تشتغل عليه كتعليم وده بالنسبة للمروض الصغيرة بالنسبة للمروض الأكبر شوية بيبقى هدف الأكاديمية برضو وهدفي أو هدف شغلي من الأكاديميات أن أنا أطلع أقدر أساعد لعيب في أن أنا أقدر أسوأه في الكهراء اللاعب يبقى محتاج أن أنت تمرنه وتشوفه كويس وبعدين تقدر تنقله للمكان اللي هو ممكن يصعب عليه أنه هو يروح يختبر أو ما بقاش عنده فرصة معروف الموضوع اللعيبة بيبقى فيه مشكلة في الاختبارات أنه هو بيتشاف وبيتزلب في الاختبارات يعني فإحنا هدفنا إن شاء الله من خلال فرعان الثاني إن شاء الله في الزأزيق في الشرقية من يبقى هدف ده بتاعنا التسويب بإذن الله إن شاء الله يعني كابت أنه مش تدريبه خلاص لا التسويب كمان يعني بعد فترة ما يكون جاهز ومستعد أنه يروح أي نادي حضرتك طبعا أنت داي طبعا بتبقى مسؤولية حضرتك طبعا يعني بالضبط أنا كان أعادي مع أهالي أهالي ديارب أو الشرقية بشكل عام لما فتحت الفروق كان هدفي أو أعادي معهم أول يوم قلت لهم إحنا جايبين جهاز فني بكات كبتار طبعا ومعا مدربين على أعلى مستوى مدربين يعني بلعب يعني مرنوا في درجة يعني هدفهم بجانب أن هم شركة معايا في الأكاديمين لكن هم جهاز فني قدير إن هو يقدر يساعدني في تنقية اللعيبة تماما كابتن كابتن سيد حمدي طبعا نحن بنشكرك على الدعوة الكريمة ومعانا مشجع مهم جدا بحب يعشق حدث ما سيد حمدي هو حابب يتصور معاك وحابب يتكلم معاك فطبعا إيه حن نستدعيه معانا طبعا المشجع محيب للكابتن سيد حمدي وهو حابب يعني يتكلم معاه ويسلم عليه يعني كابتن حسيني عايز تقولي للكابتن سيد نارد انت شفته كتير في الملاعب وشفته يعني آه حبيب من زمان كابتن سيد والأهلي ده طبعا من أنا أول من مسجنة أهلي ومحب لده لكن الكابتن سيد ده حبيب من زمان سعيد انت نارد بوجود الكابتن سيد معان سعيد ان شفته والله حبيب شرف لي وكنت مشجع النادي الأهلي ده حاجة كبيرة فورص ربنا يخليك ده أهل نديار بفوق دماغي والشارقية طبعا لأننا نفتح فرع في الزئزي فعلى طول متواجد في الحافظ الشارقية شرف لي وإن شاء الله يبقى من زيت من الفروع بإذن الله عشان نقدر عدد كافي إن شاء الله نقدر نستواق بإذن الله إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله كابتن سيد مش هتأخر عن أهل الشرية في أي مكان وإن شاء الله يعني الفترة القادمة هتشوف فروع الكابتن سيد على مستوى مصر كلها عزيزي المشاهدين طبعا بنشكر كابتن سيد على الدوة الكريمة والحضور الجميل وسعيد جدا 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 موجود معانا هاردة وطبعا بنتمنى افتتاح فروع الكابتن سيد على مستوى الجمهورية علشان إحنا محتاجين 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 نجوم كبار تكون متواجدة في المراكز والقرى علشان النجم الكبير غير أي حد لأن إحنا لما نجيب واحد معلش من أي مكان مش دارس مش فاهم ملعبش للربح وخلاص للمادة وخلاص الكلام ده مش هنفح إحنا عايزين نجوم كبار تدير اللعبة وتدير طبعا تطلع الناش علشان لما يطلع الناش بيطلع متأسس عارف النجم الكبير بيعمل إيه نعم طبعا مش أي حد ومش أي حد يعمل أكاديمية مش أي حد يعني هي مش ربح وخلاص يعني فطبعا بنشكر كابتن سيد حمد النهاردة على اللقاء الجميل وطبعا بنشكره ألف شكر جدا 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 على الاستبال الرائع كابتن سيد بشكرك جدا جدا نهاردة وأنا يعني سعيد بجودي معك النهاردة ألف شكر ألف شكر ربنا يخليك أسخاد نشرفنا وإن شاء الله تبقى يعني مش الزيارة الأولى تبقى يعني إيه تزورنا إن شاء الله في الفرع التاني بإذن الله وتنوارنا بإذن الله إن شاء الله رب العالمين معك على طول طبعا وفوق فرصة سعيدة جدا وإن شاء الله وراك وفي ظهرك علشان إحنا محتاجين نجوم كبار تدير اللعبة مش أي حد عزي المشاهدين دي كان لقاءنا مع الكابتن سيد حمدي من أكاديمية ديار بنجم في الفرع الجديد في ديار بنجم وإن شاء الله رب العالمين في لقاءة أخرى مع نجوم كبار أستاذ حمدي زميلي يحيى طبعا كابتن كبير لعب محترم لعب كتير لنظر الأهلي قاعد على الدكة ما بتكلمش بينزل بلعم الأعلى مستوى نجم محترم لعب كبير يحيى معنا نهارة طبعا الأهلي وكاسي العالم للأندية بابنا وفق الأهلي إن شاء الله يوم أبعاء تنين مباراته مع الدحيل القطري وربنا يوفقه لأن الأهلي بشرف مصورية يريد كلنا نشجع الأهلي وربنا يوفق الأهلي ولعبة الأهلي ونتمنى نتمنى أنهم يسعد لأدوار النهائية إن شاء الله رب العالمين الأهلي فرقة كبيرة طبعا مش أول مرة بس إحنا عاديين طبعا جميع مشجعين مصر جمهور مصر كله خلف النادي الأهلي يا جماعة إحنا بنشجع بنلعب باسم مصر النادي الأهلي فرقة كبيرة وطبعا إحنا بنهني على وصول الكسر العندية ويحقق مركز كبير إن شاء الله رب العالمين إحنا مصر كلها النهاردة يعتبر الأهلي لا فيش أهل وزمال الأهلي هو مصر فإن شاء الله رب العالمين بنتمنى لهم التوفيق في البطولة ويحققوا مركز يشرف مصر كان آخر مرة كان طبعا كنا واخد المركز التالت البرونزية مرة راضي إن شاء الله رب العالمين نقابل الدحيل وإن شاء الله نكسب وبعده بعد الدحيل إن شاء الله يعني نقابل البير وإن شاء الله رب العالمين هنكسبهم برضو وحنلعب عنه وإن شاء الله يكون بطولة من حز الفريق المصري النادي الأهلي إن شاء الله رب العالمين زميل يحيى النهاردة دلوقتي كده حالتنا انتهت إن شاء الله الأسبوع الجاي انتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة